اصبح مطلبا شعبيا اهلويا الفوز ببطولة السوبر رقم 15 وشعارنا النهاردة الخمستاشر يا اهلي في السوبر عشان بس تفرح بناديك وتبقى سعيد دائما وابدا شوف الاهلي كم سوبر وشوف من ينافسه مع كل الاحترام كم سوبر ده على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي او على المستوى العالمي محدش تكلم جنب الاهلي لانه صعب يعني محدش اصلا وصل جنب النادي الاهلي حتى هذه اللحظة فالاهلي دائما وابدا بيشرفك بيفرحك بيساعدك نهاردة بيساعدني كمان وجود اتنين من اجمل المحللية الحقيقة اللي بستمتع بيهم شخصيا منوارني ومشرفني دكتور احمد سابت سهل فولي يا دكتور سهل فولي على حضرتك حبتين احمد وان شاء الله للا سوبر كده وحدك بصراحة يعني اضافة كبيرة جدا للقناة شكراك حيي حيي حضرتك وحيي فري العمل كله على الفترة على الاسبوعين اللي فاتوا يعني بصراحة الجزء الخبر في القناة ممتاز يعني الجزء الخبر كل حاجة بس انا يعني الجمهور الاهلي بقى بيستنى البرنامج عشان يسمع الاخبار من حضرتك حضرتك اضافة في نقطة مهمة جدا ان الاخبار كنا بنسمع مثلا اخبار كتير اللي بين في الاخبار دي فدي حاجة بصراحة ان شاء الله تكون مكسب كبير للقناة في الفترة الجادة شكراك دكتور احمد شكرا جزيلا ايضا محمد الباز مسأل فولي يا ابو حميد مسأل فولي يا كابتن منورنا اليوم مبروك علينا وجود حضرتك متفرج عليك وماستمتع بيك في الستودة تحريد الوقتي قعد ويعني معاك حاجة تساعدني جدا الله شكراك لنا يا كابتن وزي ما قال احمد احكد بس عن نقطة سريعة ان حضرتك اكت من مصادر على زمة الدكتور احمد سابت لانه بيحب الخبر الحكام غدا محمد معروف محمود ابرجال هاني خيري ومحمود ناجي حكم رابع ومحمود عشور وعمر فاتحي دول طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبيرامز النادي الاهلي احمد الغندور احمد حسام طه شريف عبدالله رابع امين عمر وعلى الفار والفرحان ومعهم ايضا عيسى خليفة الحكم الاماراتي تمت الاستعانة به لانه احنا بعثنا فقط اتنين حكام فار لكن ان شاء الله البركة فيهم جميعا يكونوا عند حسن الظن وتكون يعني مبارايات جيدة يعني بتعكس بشكل الكرة المصرية الحقيقة بس قلقت يا دكتور احمد وفاروق بيقول لي انه حوالي 50% من ساعة الاستاد او من التذاكر تم نفذت حتى هذه اللحظة غريبة شوية على جمهور النادي الاهلي يعرفين انه جمهور الاهلي بيملى المدرجات كاملة يعني ممكن تبقى بكرة يعني ممكن بكرة برضو العدد يزيد اكيد جمهور الاهلي ما بتغخرش الحاجات دي ان شاء الله ساعة الاستاد تزيد عن كده يعني ممكن تبقى برضو يحجزه التذاكر ويروحه يعني ممكن برضو حتى اخر لحظات وبرضو ان شاء الله انا عدي يعني ان شاء الله نتكلم على سيراميكا انا عدي واكيد في النهاية بإذن الله هيبقى برضو الاعداد اكبر والساعة تبقى ممتلأ لان دايما جمهور الاهلي في كل يعني الميزة لما بنروح نلعب في الامارات لما بنلعب في السعودية لما بنلعب في قطر انت بتحس ان انت بتلعب في بلدك او في وسط جمهورك بيديك ميزة عن باقي الفرة كلها ونحن ان شاء الله بنتمنى ان النادي الاهلي بكرة يعني في بطولة السوبر انها يحقق البطولة لانه كمان انت حققات البطولة دي اربع سنين وربع مرتين نعم املي كده مرة سنة 2005 2006 2007 2008 من والجزيه من والجزيه والمرة التانية كانت اللي هي 2010 وبعدين تم إلغاءها 2011 عشان الاحداث ثورة وبعد كين 2012 اخدتها و2013 تم إلغاءها بعدين اخدتها 2014 و2015 نعم وبعد كده بقى ان تلات سنين بناخد نعم يعني 2021 22 22 23 لو اخدتها السنة دي هتبقى تالت مرة تاخدها لرابع مرة على التوالي نعم ان شاء الله يحصل ده المباراة مباراة الاهلي سراميكا البعض احيانا يا محمد بيقولك الاهلي وسراميكا ومباراة يعني احيانا بيخلي المباراة سهلة لكن حياة في كلام ايمن رمادي انه طوامة مهمة جدا قالك كل المباراة السنة اللي فاتت وكان بيكلم على الجانب التكتيكي وقال انا كنت افضل تكتيكين حتى لو خسرت بعض المباراة فانا كنت افضل تكتيكين وامر رمادي من المداربين حياة الجيدين في الجانب التكتيكي بشكل جيد ومباراة الاهلي السنة اللي فاتت مع سيراميكا الفوز بصعوبة في الوقت بدل الضعر صحيح حتى في المبارايتين الدوري وحتى في المباراة السوبر كابتن في المباراة طبعا الزهاب دايما كابتن آيمن الرمادي بيقرأ الجيم بشكل ممتاز بيعرف أنه هو يوقف جدا بيوقف مفاتيح اللعب في أي فريق يعني شفناه أمام الفرق الكبيرة مش بس النادي الأهلي في المشوار المحلي حتى في الدوري أمام بيراميتز أمام الزمالك أمام يعني سموحة بيعمل جيم تكتيكي على مستوى عالي جدا بيوقف مفاتيح اللعب وبالتالي بيعرف أنه هو إمتى أنه هو يقفل المباراة كابتن لحد آخر نفس في المباراة يعني احنا شفنا أن الأهلي في المباراة الأولى 2-1 في الدوري الهدف الفوز في الوقت بدل الضعر هدف القاضية طبعا برضه من أفشة مباراة الأربعة 2-2 أو أربعة واحد سوري في المباراة للدور الثاني نفس الكلام الأهلي تقدم تعادل طبعا سيراميكا وفض المباراة لدقايه كتيرة لحد الآخر نفس الكلام في السوبر الأهلي فاز في الدقايه الأخيرة بواحد سفر حتى كان أون جول فبالتالي كابتن أيمان الرمادي بيقدر فعلا أنه هو يقفل على مفاتيح لعب الفرق الكبيرة وخاصة النادي الأهلي حافظ يعني مش عايزة أقول أنه هو حافظ كل التفاصيل اللي بيقدر في المال بشكل كبير مذاكر جدا أعتقد أعتقد المباراة مباراة بكرة حبالها شكل آخر يعني كل الناس بتقولها كابتن أن الصفقات الجديدة اللي أبرامها طبعا فريق السيراميكا قد تغير الشكل الهيكالي لسيراميكا أنا مش متفق 100% لأن احنا بعض الناس بعض اللعيبة اللي خرجت جاء أصادها لعيبة أنا شايف أن هي بنفس الدرجة قد تفيد إلا في بعض اللعبين يعني محمد إبراهيم أعتقد أن هو لا ما أعتقدش أن دخول طبعا يعني أنا أعتقد أن صاد محمد إبراهيم نقدر نقول طبعا زلاكة فالفرق ما بينهم بس أن محمد إبراهيم يقدر نقول عليه الكنيكتور يقدر نقول عليه اللعب العقل المدبر أو المفكر لكابتن أيمن الرمادي طبعا صديق إيجول ده لعب يعني مش عايزين نقول بنفكه بأربعة لكن إنه كان ليه دور كبير جدا في أكتر من نقطة مش بس إنه هو راجل جناح شمال وإنه هو بيقتم لجوه لا ده بيساعد كمان في البلد أبو بيلي أدوات دفاعية قوية جدا وبالتالي الفريق دخول عناصر جديدة ونستعرض مع حضرتك بعض الأرقام للعب الجديدة وهل الصفقات الجديدة اللي دخلت على فريق سراميكا وخروج اللاعبين الأساسيين الأساسيين للي كابتن طبعا أمن الرمادي هيكون لهم تأثير كبير هيحفظوا على الشكل التكتيكي والهيكلي للفريق ويكمل به ولا لأ بشكل كبير أنا أدري أقول أيها بليهم دور كبير جدا هيساعدوا الفريق أنه هو يكمل على نفس الطريقة والمسير مشكلة مشكلة دفاعية كتيرة جدا طيب عشان ناخدها واحدة واحدة نبدأ بس تاني نرجع مع دكتور أحمد سابت زي ما قال محمد أنه عندك خروجات مؤثرة يعني بتتكلم في خروج صديق أجولة في خروج أحمد ياسر ريان محمد إبراهيم محمد إبراهيم وأحمد الأرموط وخالد صبحي اللي اتنين راحوا ندي المصر تمام لكنه بنتكلم على يعني خالد صبحي كمساك كمساك بنتكلم على محمد إبراهيم بنتكلم على أحمد ياسر وصديق أجولة وصديق أجولة طبعا كانوا أحد من أمي اللعبة لكن في المقابل إنتك عندك رباعي لوحده من بيرامس تتكلم في إسلام عيسى وفخر لكاي وزلاكة وعبد الله مجدي ومحمد صادق ومحمد صادق من قبلهم يعني عندك خماسي تقيل جدا موجود هل دول يعوضوا اللي خرجوا هل إنه كابتن آمن رماضي بذكاء شديد جدا إنه بدل ما يتجه إلى بولندا اتجه إلى الإمارات وعمل مباراة دي مع نادي الوحدة شايف إنه ما فيش دخلوا بس أنا في الأول هيا فخر لكاي ده مهاجم مهاجم طبعا أنا في الأول الأم حاجة بالنسبة لي بكرة حالة النادي الأهلي نعم النادي الأهلي لو في حالته يكسب أي حد يعني معلاش شاف مباراة الكاس اللي هي الصبر الأفريكي نعم نادي الزمالك آه عمل مباراة كويسة بس النادي الأهلي هو اللي ما كانش حلو نعم نعم إحنا اللي ما كناش فأنا عايز أتكلم على الأهلي بعد كده أنا بش بد المناقش حقوق أجربها على سيراميكا تماما سيراميكا جاب ستتاشر صفقة نعم جاب ستتاشر صفقة آه ستتاشر صفقة بكرة في منهم ناس مش موجودة ولكن نعم لو استعرضناهم حتى قدامنا حسين السيد نعم حسين السيد ممكن يتواجد بكرة جابهه زهير أيصر من النادي المصر إسلام عيسى نعم واحد جاي من بيرامدز فخر لقاي بيلعب مهاجم وبيلعب جناح أيصر جاي من بيرامدز عارق نعم محمود زلاكة واحد من اللعيب اللي عندها سرعات وبتلعب مطشرة الأهلي بشكل كويس جدا نعم عبدالله مجدي نعم ده بيلعب لعيب وسط ثالث وبيلعب جناح شمال نعم محمد صادق يبقى كده أره خمسة جايين من بيرامدز كمان محمد صادق هو الخامس أيمن مكة وده صفقة كويسة جدا طبعا يعني كان متقلق مع الجونة وجايب خمس تجوان واربع على السيست مع الجونة عنده 27 سنة عباس كيونيه ده 19 سنة جناح من أغاندا نعم عمر عبدالرقوف مهاجم غاني محمد لعب وسط من أمبي محمد عصام 19 سنة كل دول تحت السن يعني أحمد أشرف لعب النادي الأهلي موليد 2003 نعم أخه محمد أشرف بلعب في زد أحمد عبدين مدافع طبعا النادي الأهلي الواعد موليد 2006 يوسف ساد عبدالحفيز مصاد بكرة مش موجود لأ برضو عرم النادي الأهلي يوسف عقيفي زهير أيصر من ديروت ومحمود الزيني من ديروت الراحلين زي ما حضرتك قلت أبرز ثلاثة فيهم صديق أجولة وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم نعم طيب ممكن أقول لحدك تشكيلهم المتوقع نستعرض التشكيل المتوقع هلاقي بكرة كابتن أيمن الرمادي حتى في آخر ماتش لعب بخمسة أربعة واحد قدام النادي الأهلي قدام في الدوري في آخر ماتش لو معنا التشكيل نستعرضه على طول في حراسة المرمى طبعا محمد بسام قدامنا التشكيل محمد بسام في حراسة المرمى التلاتة اللي وراء سألت على خروج خالد صبح النهار ده هو عنده تلاتة كويسين وراء عنده سعد سمير رجب نبيل أحمد رمضان بكر هتقد كان يعني خاف أنه يدفع بأحمد عبدين لسه كبداية لسه هيلعب الميزة النفتلاتة دي أحمد عبدين هيلعب ده صحيح وحتى الاتفاهم بينهم ما بين النادي الأهلي إن أحمد عبدين ويوسف سعد عبد الحافيز اللي اتنين هيخدوا مطشاط مزبوط نحية اليمين أحمد هاني بك راية كويس جدا ونحية الشمال حسين السيد نعم أو عبد الرحمن بودي نعم ده الخلاف الوحيد في التشكيلة اللي هو يعني بيفكر فيه هسين السيد ولا عبد الرحمن بودي نيجي في وسط الملعب إبراهيم محمد وده لعيب صغير في السن هو معتمد عليه بشكل كويس في المطشاط الأخيرة بيديله وعنده برضه محمد عادل بيلعب في وسط الملعب لعيب كويس جدا كويس أحمد بالحاج هو العيب اللي صنع العاب هو اللي بيعمل الربط ما بين الخطوط ممكن أحمد جندوزي ده ممكن يحول طريقة اللعب ليه خمسة تلاتة اتنين إزاي إن إبراهيم محمد ينزل ستة وأحمد بالحاج وجندوزي يبقى اتنين تمانية بيكمله محظوظه على آله يخلي بالك ومحظوظه ده هو اللعب كويس وقدام جون أبوكا وفخر لقاي يعني الطريقة ده ممكن نشوفها خمسة تلاتة اتنين في بعض الأواد بوجود فخر لقاي جنب جون أبوكا عنده حلول كتيرة آه يا كابتن شبير بصراحة عنده حلول كتيرة جدا في النحية اللي قدام كمان يعني لو بصينا في الحلول إزاي ممكن مثلا قدام في إسلام عيسى ممكن يدخل في أيمن مكة ممكن يدخل في زلاكة ممكن يدخل فعنده حلول كتير عنده برضو اللعيب احنا مشوفناش عباس كيوني اللعيب الأغندي ده يبقى شكله عامل إزاي برضه عمر عبد الرؤوف المهاجم الغاني فعنده حلول في النحية اللي قدام بس أنا بشوف سيراميكا آه عنده حلول قدام بس عنده في مطشاط النادي الأهلي في وسط الملعب عنده مشكلة دايما طريقة لعبة كابتن أيمن الرمادي إنه هو عنده سنة مغامرة شوية قدام النادي الأهلي تحس إنه الملعب قدام بيبقى خمسة وورا خمسة يعني إيه بيبقى فيه فجوة في وسط الملعب إنت إزاي تقدر تستغل الطريقة دي آه عنده حلول هجومية كتير كان دايما بيلعبنا مثلا بمحمد إبراهيم بلحاج جندوزي سديق أجولة كان بيبقى موجود فنفس الفكرة هو برضه حطت جندوزي حطت فخر لقاي حطت جن أبوك حطت بلحاج فأنت النهاردة مهم جدا إنه أنت تمسك بكرة وسط الملعب منه آه عنده حلول هجومية كتير بس أنت طريقتك في وسط الملعب حطت فريك كتير نعم تمسك منه وسط الملعب خليني أسألك من خلال الأرقام يا محمد إنه الآله لعب تسع مباريات فس في سبعة تعادل في اتنين سجل عشرين هدف سكن شباكه أربع هدف فقط لغير حافظ على شباكه خمس مرات سراميكا مسجلش أكتر من هدف أبدا في نفس المباراة أفشا مسجل تلت أهداف ياسر إبراهيم ووسامة بوعلي مسجلين هدفين أربع مباريات لعبهم آمن الرمادي أمام مستر مارسل كولر ثلاثة مع سراميكا واحدة مع أسوان الأهلي فاس كولر فاس في الأربعة والأهلي سجل عشرة وسراميكا سجل هدفين هل هذه الأرقام بتعطي دلالة؟ طبعا بكل تأكيد الأرقام بتعطي دلالة كبيرة جدا مبدئيا من ناحية النتائج من ناحية النتائج إن مارسل كولر تفوق على آمن الرمادي رغم الجيم التكتيك العالي اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيلعبه طبعا كابتن أيمن أمام أي مدرب أمام مارسل كولر ولما تكلمنا برضو كابتن إن كل المباريات دي كانت فيها صعوبة آه الأهلي فاس الأهلي في بعض المباريات طبعا أحرز سكور ولكن السكور كان طبعا في أوقات متأخرة من المباراة صحيح ده أول دلالة إن فريق طبعا سراميكا ذهنيا مع الدقائق الأخيرة بيفقد أشياء كتير جدا بالتالي الفجوات اللي ما بين خطوطه ما بيقدرش إنه هو يتلمع عليها ما بيقدرش إنه هو يقفل الخطوط ما بين خاصة طبعا ما بين نص الملعب ومحولات في بطء في التحولات من ناحية الهجمية طبعا لناحية الدفاعية فريق هيكليا مش منظم في الخطوط الخلفية دا اختلف معك أنا بعتقده من الفرق المنظمة وجهة نظري أنا الشخصية تعاني شوف مع بعض بعض الصور؟ أنا معاك أنا مش هختلف معاك على الصور وعلى الأداف لكن التوتل بتاع الفريق بتشعر إنه فريق تكتيكي جيد يعني ممكن بيكون في دفوهات وأخطاء زي أي فرقة بتحصل لكنه الإطار العام بتاع أيمن الرمادي إنه بيحفظ بشكل كويس وبيخلي فريقته من ناحية تكتيكية بشكل جيد صحيح ولكن في بعض أوقات المباراة ونقدر نقول ذهنيا بعض اللعيبة ما بيكونش فيه كومينيكيشن يا كابتن ما بينهم من بعض وشفناها من بعض الخطوط يعني مثلا الاتنين قلوب الدفاع دايما ما فيش ربط ما بينهم ما بين الديفندرات وده شفناها في أكتر من حال قدامنا للحالات اللي انت جايبها؟ بالزبط يعني نحن نتكلم ده مباراة تزد الأخيرة في بعض الأحيان هتلاقي دايما هتلاقي فيه فجوات بصها كابتن نحن نبدأ نشوف سيراميكا نعم سيراميكا طبعا زد أمام سيراميكا بالزبط نعم طيب الكرة هنا في نص الملعب نبدأ نبصها على الخطوط ما بينهم عاملة إزاي يعني فيه فجوات كبيرة جدا ما بين اللعيب يعني لو نماشي الصور نماشي الحالات هتلاقي الكرة بتتلاقي بكل سهولة كابتن يعني التلات لعيبة بتاع زد شوف آه ممكن يبدو أن هناك زيادة عددية من لعيبة سيراميكا ولكن الفجوات والمسافات اللي ما بينهم الكرة تلعبت بكل سهولة أصبح اللاعب هنا في منطقة الجزاء لفريق طبعا سيراميكا نقف بقى هنا شوف كابتن ناحية تانية في أقصى اليمين تغطية العقسية مش موجودة مزبوط يعني مفيش التغطية مفيش الرقابة بشكل صحيح وده يعني ده في ديئة تلتين أنا أعتقد في ديئة أربعة وديئة سبعة في ديئة كتيرا من المباراة الأخيرة أمام زد كان فيها نفس المشاكل نفس الكلام هنا دي هاجمة تانية دايما هنلاقي اللاعبة بتبص على الكرة طب حد يضغط حد يقطع كرة نمسك اللاعبة لا ما تلاقيش اتحرك اللاعب في خلف المدافع كابتن وخد المساحة وكرة تلعبت في ظهره وأصبح في مواجهة المربع هنا الكادر باين شوية شوف يا كابتن في أربع لعبة وقفين وارا بعض خطوط مفتوحة شوف برضو الخط الأخير فيه اتنين على التنين وقبلهم التلاتة وقفين يعني ما فيش يعني فيه فجوة كبيرة جدا الكرة تتلعب بكل سهولة في أي تحرك ده هدف ده شكل تاني ده الهدف التاني لفريق زد ده طبعا في الديام 105 في الوقت الإضافة بس ده منطقي يعني الهدف التاني يا أبو حميد أعتقد أنه منطقي فك بقى الفريق لا أنت في الديام 105 ووقت إضافة وانت محتاج تتعادل فبتهاجم بكل الخطوط فأحيانا بيبقى فيه نوع من أنواع الزر أنا مدرب خسران واحد صفر وعازت عادل فبدفع بكل هجوم بيبقى فيه شوية من مش هزقول الإهمال لكنه المجاسفة الهجومية دي النقطة اللعبة زي ده مثلا هوا هتلاقي دي 120 هوا بداية اللعبة فالناس كلها جاية متأخرة هم وكرة وكرة معهم فرقة خطيرة جدا 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 يعني هم عندهم قوة هجومية وشراسة هجومية قوية خاصة في منطقة العمق يعني كابتن أيمن الرمادي دايما من الناس اللي بتحط الأربعة في منطقة العمق سواء بقى يعني لو بدأ بكرة مثلا بجون أبوكة فخر لقاي هتلاقي بيخش الجوة أحمد بالحاج بيخش الجوة في العمق وجندوزي هتلاقي بيخش الجوة فهو من الفرق الخطيرة جدا وكرة معهم أما بدون كرة يعني الحالات اللي موجودة معنا دي بدون هم بدون كرة أنت لو استخلصت الكرة منهم بشكل كويس في وسط الملعب وإزاي قدرت تعمل التحولات في ظهرهم ده اللي هيفرق مع النادي الأهلي لكن هم وكرة معهم آه فريق قوي هجوميا كويس جدا لكن عندهم مشاكل آه عندهم مشاكل في حتة الارتداد يعني هم فريق كرة حلوة كل الفرق الفريق يعني هم عندهم لعبة كرة كتير فعشان تلاقي واحد فيهم بيدافع بشكل كويس هتلاقي مثلا إبراهيم محمد ده بس هو اللي بيدافع أما جندوزي قدراته الدفاعية مثلا مش 8 من 10 أحمد بالحجم مش 8 من 10 فخر لقاي كلهم في القدرات الدفاعية مش عالية فهو حطط إبراهيم محمد هو اللي بيلم وراهم هو اللي بيطع السكندبول والكرة التانية فهم عندهم مشكلة آه في السكندبول في الاستخلاص والكرة التانية لكن على مستوى الارتداد دي نقطة ضعفهم للنادي الأهلي لازم بكرة الجناحين بتوعك يكونوا شغالين بشكل كويس جدا هم اللي هيقدروا يهاجموا المساحة الخالية زي ما انت جايبها كده في الصور لكن والكرة معهم لازم تسيطر على وسط الملعب لازم تضغط بشكل كويس لما بتخسر نص الملعب بتحصل لك مشكلة زي ما حصل في أبراط الزمالك في السوبر الأفريق طبعا والتدعمات اللي عملها كابتن أيمن كانت معظمة في نص الملع حتى نزود برضو عمر قلادة يا سابت عمر قلاوة عمر قلاوة برضو إضافة كان راح الزمالك تقريبا بالزبط في المركات ودلل برضو على النفس الكلام في حالة حياة الكرة وصل الاستحوازة كابتن في الموسم الأخير في الدوري الى 54% معدل التمريرات عندهم والمتمرارات الكاثرة الخطوط عالي جدا هو ده طريقة لعبة أيمن مزبوط نعم فحالة حاسة كرة فعلا تحس بالخطورة بحيث بالاستحواز ومن أفضل الفرة في الاستحواز الموسم الماضي وصل لـ 54% استحواز ده بيدلل فعلا انهم لهم شكل لهم شكل بيلعبوا كرة كويسة جدا الشورط باصص عندهم كتيرة جدا بيقدروا انهم يفتحوا الخطوط وتزوية التمرير لبعض بشكل كويس جدا وكان بيلعبها بصراحة يا صديق جولة بشكل ممتاز بدخوله للملعب حتى بساعدته في البلد بشكل كبير جدا المشكلة اللي احنا يعني أصرناها هي طبعا التحولات استخلاص الكورة بيخلي الشكل اللي احنا شوفنا ده يظهر يا كابتن يعني تلاقي المساحات العظم الربط فده نقطة محتاجين ان الاهل يلعب عليها ونلعب بقى اللابي بتاعنا الضغط العالي الاستخلاص الكورة السريع بان السراميكا تبدأ ضغط من بدري بالضبط الضغط العالي من بدري إلعب لعبة ضغط العالي من بدري استخلاص الكورة الكاونتر بريسنج اللي دايما يعني شوفناها مع مارسل كولر في آخر سنتين ان الكورة بتتقطع مننا في نفس اللحظة قدام بنقدر نستخلصها ونرجع بها في نفس المكان اللي تقطعت منه بنضغط بثلاثة وباربعة ضغط مزدوج شوفنا كل أشكال الضغط العالي مع مارسل كولر نتمنى ان احنا نبدأ بيب بكل شراسة وده حيكون عنصر مهم جدا نروح لفرقتنا نروح للنادي الأهلي والمأمول من جمهور النادي الأهلي يا دكتور أحمد الفوز والانتصار انت عارف جابر النادي الأهلي ما بتستحملش ورغم انك خسرت بالضربات الترجيح السوبر الإفريقي لكن الدنيا قيمة وما عادتش لحد هذه اللحظة بكرة كيف يفكر مارسل كولر في مباراة صعبة أمام سيراميكا وبأكد مرة أخرى انها مباراة صعبة وانه سيراميكا من الفرق المحترمة ولازم نحترم المنافس جدا زي ما قلتلكو في نفس البطولة دي جبنا هدف في دقيقة تالتة من الوقت بدل الضغط طبعا مباراة صعبة لان المباراة دي كمان نك قوت يعني لازم تكسب في أثناء المباراة فرق سيراميكا فرق بتلعب كرة حالة والتعادل بتقصر ركلات ترجيحة لطول بس احنا عندنا ميزة نعم ان احنا أجهز منهم أجهز ليه انت لعبت مطشين مع جون ما هي الكيني هم ملعبوش مارشات ولعبت مطشين مع الزمالك ولعبتك بتلعب في المنتخب نعم يعني بتلعب أغلب اللعبة برضو حتى لو فيه تلاتة أو أربعة موجودين دلوقتي اللي انت تعتبر أجهز هم عندهم ميزة تانية يعني احنا ميزتنا أجهز بس هم برضو أكتر أول فرقة سفرة الإمارات في الفرقة الأربعة ده صحيح يعني كنت بس ألماسها من أسبوعين أو من عشر ديام تقريبا كان هم في الإمارات معسكرين فبس الودي غير الرسمي عشان كده آخر ربع ساعة في الشوط التاني ممكن يبقى فيها تفوق للنادي الأهل آه ممكن نبدأ أضغط في أول ربع ساعة لازم كولر يقسم المطش بشكل كويس جدا خلصنا بدر بدر الله استورك لسه شايفين جون حلو الفرحة في الآخر بتبع حالي يعني لازم نقسم المباراة بشكل كويس طبعا أول ربع ساعة تنزل ضغط لأن انت لو جبته جوم بتفك فرقة سراميكا المدرب ممكن آه يبدأ بخمسة وممكن على فكرة يلعب 4-3-3 يعني واحد زي عمرو كلوة ده لعيب كويس جدا ممكن تلاقيه فسط الملعب ممكن تلاقيه فسط الملعب ولعب 4-3-3 مش شرط يلعب بخمس بس في المباراة اللي زي دي سراميكا شكله هيبقى مختلف في مطشاط النوك قوت بيبقى شكله مختلف عن الدوري أكيد هيدافع بشكل كويس هيأمن زي ما عمل في مطش السوبر السنة اللي فات دافع وإحنا كسبنا في آخر ثانية يعني إحنا هجيبنا الجون في آخر ثانية فالمطشاط دي بتبقى صعبة مهم إن انت في أول ربع ساعة إن انت تسجل هو محمد قال لازم الضغط المبكر وضع الفريق سراميكا في حالة دفاع بالبلد كده ما تدروش نفس يعني تدروش فرصة إنه يطلع بالله وأنا متفهم معاه ودي طريقة لعبة آمن الرمادي إنه بيقدر يحضر من تحت كويس وأنسوا إنه لقى المسافة بيقدر يعمل خطورة أنا متفهم معاه بس أنا شايف برضو إن الكابتن آمن الرمادي آه هيدافع بشكل كويس بس هو أكيد هيحط إنه هو ممكن يضغطنا هجوميا في بعض فترات المطش هو عنده كده عنده الطريقة دي لما بيجي لعبنا بتلاقي فيه بعض الفترات بيقسمها صح هو عنده مشكلة قدامنا دايما في الشروط التاني نعم يعني هو عنده مشكلة في الشروط التاني في التغييرات إنه احنا دايما بتفوق عليه في الشروط التاني لكن هو دايما في الشروط الأول بيعمل شروط حلو تمام بيضغط بشكل كويس بيعرف يعمل هجمات مرتدة بيعرف يستغل بعض أنا سألتك السؤال المهم خلاني نتكلم عن نادي الأهلي شوية إنه إزاي هيبدأ كولر تشكيل المتوقع أنا مش مع تغيير طريقة اللعبة يعني أنا بحب السبات دلوقتي فيه كلام حلو إن انت قلت لده إنه فيه كلام إنه الرجل كلام تردد يعني إن يلعب تلاتة كلام فاضي يعني نلعب تلاتة يستفيد من ياسر وأشرف داري ورامي ربيعة وزهرين متقدمين وبعدين بيلعب بخمسة أو بها تلاتة خمسة اتنين أو تلاتة أربعة تلاتة أو تلاتة أربعة تلاتة مقبولة جدا لكنه أو أربعة تلاتة تلاتة هو بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة ده الغالب بتاع مرسل إنه يلعب تلاتة وراء يعني يعني مثلا يبقى فيه تلاتة يوسف أيمان أشرف داري ربيعة غالبا أشرف داري ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ده الغالب لسه يوسف أيمان يعني حتى هذه اللحظة يعني ما أعتقدش إنه دخل في التشكيلة الأسية يعني لكنه حتي تلعب بثنين روس حرب ما هو تلاتة خمسة اتنين بثنين روس حربة فبتلعب بوسام وطهربة في حد تاني غير كالأو ممكن برسي تاو بس برسي شافنا طاهر طاهر ممكن يكون ليه أدوار هجومية ممكن كراس حربة يعني قرينا المشهد من بعض التدريبات اللي حضراتكم كنت بتاردوها إنه واضح إن الطاهر حيكون وراء إضافية بس برسي على فكرة لما بلعب في الحتة دي بيبقى كويس قوي برسي تاو في الحتة دي أصلا هو ما عنديش خنعات أنا أصدرس الحربة ده هو واحد حيبقى تارجت يعني أسامة أبو علي ما هو واحد تارجت ما هل اتنين بيبقوا مختلفين وزي عمر مرموش ما بيعملها كده في الدورة الألمانية الجسم نفسه يعني الكرات العالية اللي جاية التحامات يعني لكن هو على الطرف ما شاء الله هو مراوغ وبيقدر من الطرف يعني حالك مع تغيير طريقة اللعب ولا لا مش مع التغيير بس أنا مش إنه بيرسي تاوي بقى راس حربة ومستحيل يعني تقول لي كهرباء بقول لك موافع ما عنديش مشكلة في كهرباء وعلى فكرة فيه مهاجم كويس برضو سامير محمد بس هتديره في البقش ده مش هتديره وعمل حاجة جميلة جدا راجل بس وحد من الناس كويس طلع الشباب كلهم معه ده عجبني جدا ده هداف دور الجمهورية موليدة في النوتلات دايما مارسل كولر بيعملها كابتن بيمام كان بيعملها بحمد فتحي يعني إن هو يزيد طبعا كمهاجم داني أثناء أثناء سير المباراة مش ورقة طبعا إن هو يقدر يعتمد عليها في أي وقت من المباراة وأنا مش معادية أكتر بصراحة لأننا شفنا الأدوار اللي بيقوم بها إمام يعني وتوظيفه أفضل إن هو يلعب التمانية الصريحة أوه إمام لو في حالته ده مكسر عظيم يعني النادي الآد ويعود لفرميته اللي احنا اتعودنا عليه حاوله حضرتك على طريقة الله هو ممكن كولر في آخر مطشين أو آخر ثلاث مطشات منذ رحيل محمد عبد المنام وإصابة علي معلول نادي الأهل عنده مشكلة في بناء الهجم نعم بينا جدا في بناء الهجم خاصة أي فرقة بتطلط على مرأة عاطية فبتحس إن انت بتلعب تمريرات طولية كتير وده مش لعبنا لعبنا إن احنا بنستحوز وبنعمل تمريرات حتى ماتش الزمالك أول مرة يبقى كده يعني ما نعملش عدد تمريرات كبير فهو قد يكون بيفكر إن هو يغير طريقة اللعب التلاتة وراء عشان يحل مشكلة بناء الهجمة دي ورد ده ممكن يعني أنا بفكر في كده معه الحاجة الثانية برضو إن هو عنده نحية اليمين دلوقتي عمر كمال عبد الواحد قدراته الدفاعية مزي هاني عمر كمال أعلى في الهجوم نعم فعايز يغطيه بحد وراءه فهيديك تلاتة يلعب بتلاتة ويبقوا اتنين عمر كمال عبد الواحد نحية اليمين وهي يعطيت الله نحية الشمال هل ممكن يفاجئنا بأكرم توفيق باكرايت ممكن بس أكرم لو لعبنا أربعة يبقى أحسن نعم لو لعبنا أربعة لو لعبت أربعة يبقى تحط بأكرم توفيق باكرايت بحيث إنه يبقى الجانب الدفاع بتاعه كويس لكن لو أنت حطيت عمر كمال عبد الواحد نحية اليمين يبقى ألعب بتلاتة هيديك أريحية بقى عمر ما يرجعش كتير خاصة إنه عمر هيعمل لك جابها كويسة جدا بتزود حد في قصة المالعة بتزود بنسبة لطريق إيه يعني لو لعبت بتلاتة خمسة تلاتة عشان طيران عمر كمال ايوه بس هتحط بقى ممكن تحط لو لعبت بتلاتة مين جنب مروان ممكن تحط أفشا وإمام عشور في القدام مروان عطيه ده هتديك حلوة أن الاتنين يلعبوا مع بعض يعني ليه ما بنلعبش بأفشا وما معشور في بعض الواحد الاتنين عندهم قدرات كويسة ليه دايما بنحط أن أفشا بديل إمام هو هو تصوري إنه مستر كولر بالنسبة لأفشا وبقولك هذا بديل رائح صحيح يعني ده ممكن ينزل بغير نتيجة المباراة يعني وبقولك أنا عندي خناعات تامة بأفشا بس لواحد كل ما بينزل بيغير من شكله ومن نتيجة ومن أداء الفريق هو مش قصة إنه مش مختنع بالعكس عنده خناعات كبيرة جداً بأفشا بس دايماً أقولك أنا عندي واحد ورقة كنز في إيدي فبدفع به في الوقت المناسب ده أرد بس على صار حضرتك وتدليل أنا على ذلك يا كابتن شوبير مش هروح بعيد المباراة الأخيرة أمام سراميكا بدأ بأفشا وإمام نعم صح وطبعاً بعد كده في الشوت التاني عمل التغييرات وبدأ إنه نشوفه في شكل تاني أنا أظن إنه ممكن يدفع بكوكا مع مروان علشان نحل مشكلة البلد أب اللي أنا طبعاً بالأهل بيعاني منها بعد طبعاً رحيل عبد الملعب كوكا عنده القدرة إنه هو يقدر ينزل الكورتو حلوة يبدأ إنه هو يشوفنا أكتر من سروباس بيعملها بشكل قاس جداً سواء كان لونج بول أو كده كورتو جميل فأنا أعتقد بكوكا قد يكون حل لمارسل كولر في نص الملعب بكرة مع طبعاً مروان طب قولي تشكيلة كده بالنسبة لك وبرضو حضركة قولي تشكيلة بالنسبة لك دكتور أحمد قولي يا محمد أعتقد إنه هو حيبدأ بالشنوي طبعاً أشرف داري مع ربيعة يعني ده بشكل كبير جداً عمر كمال وطبعاً يحيى عاطية الله أنا حلعب أربعة تلاتة تلاتة التلاتة في نصف الملعب زي ما قلنا ممكن يكون كوكا مع مروان وإمام وقدام بيرسيتاو وحسين وطبعاً وسام أبو علي دكتورة حقول لحدك لو لعبنا أربعة ولو لعبنا تلاتة ماشي يلا ماشي أربعة تلاتة تلاتة هو في حراسة المرمى الشنوي أو مصطفى شبير نعم يعني فيه كلام إنه ممكن مصطفى يبدأ نعم إنه يكون مقسمها ماتشين وماتش ممكن يعني ماتشين للشنوي وماتش المصطفى مم فحراسة المرمى اللي اتنين ما شاء الله يعني تمام نيجي لل أو برضو في حمز علاء وفي مصطفى مخلوس نعم نجي للأربعة اللي وورا أشرف داري ورمي ربيعة ماشي أشرف داري ممكن يحل مشكلة بناء الهجمة ناس كتير مش عارفة قدرات أشرف داري في بناء الهجمة هيحلها إن شاء الله يعني أشرف داري وربيعة في الاتنين المساكين عمر كمال عبد الواحد نحية اليمين يحيي عطيت الله نحية الشمال نعم هفضل إن احنا نفضل زي ما احنا بمروان عطية أكرم توفيق إمام عشور وحسين الشحاد برستاه وسام أبو علي يبقى تغييرها واحدة بس اللي دخلت أشرف داري مكان ياسر إبراهيم نعم ده لو لعبت 4-3-3 وكولر من المدارس دي اللي ما بتغيرش كتير ماشي يعني لو غير يحط أشرف داري مكان ياسر إبراهيم تعالوا نروح لـ 3-4-3 هيبقى برضو في حراسة المار مرش النوى أو مصطفى التلاتة اللي وورا أشرف داري وياسر إبراهيم وربيعة نعم دول هيبقوا التلاتة اللي وورا أمر كمال عبدالواحد ناحية اليمين يحيى عطية الله ناحية الشمال هحط مروان عطية وآفشة وإمام عشور وهيبقى الاتنين اللي قدام سواء بقى الشحات وسام أبو علي أو برستاه وسام أبو علي بس أنا استغربت إن انتوا الاتنين ما قلتوش أكرم أنا قلت أكرم في 4-3-3 آه بس يعني ماشي بس يعني أكرم من الناس اللي بيعتمد عليهم بقوة مارس الكولر عنده أكتر من مركز لو لو ما قلت لو هو هيثبت التشكيل زي ما هو هيغير بس واحد أشرف داني ما كان ياسر إبراهيم لو لعب 4-3-3 نحط مروان عطية وأكرم وإمام عشور انت قلت إنه حيفضل كوكا بالزبط مع مروان عطية ليه ما حطتش أكرم أنا بشوف طريقة لعب سراميكا هي اللي هتجبر مارس الكولرر في الغالب إنه هم ما يبدأش طبعا بأكرم ليه لإن احنا أنا شايف إنه عمر كمال بمساهماته الهجومية كتير جدا ويعوض غياب أو يعني عدم مبوض أقرب مزبوط والهدف وعمل موسم هاي والهدف الرابع أمام سراميكا طبعا بتحرك كان لسه نازل أكملش ديها أو اللمسة طبعا أنا عارف كان بلعب جناح شمال أو يعني هو جوكر بلعب في كل مرة حالس مرمى حتلاقي شغال الروح جميلة جدا يعني فطريقة لعب سراميكا والسكواد بتاع سراميكا أو تشكيلة سراميكا قد تجبر مرسل كولر أنه هو ما يبدأش بأكرم طبعا أنا عن سؤال أخير لكم عن الدور العام سريعا بس نهاردة كان هناك خبر جميل لإمام عشور وهو البراءة من القضية اللي كانت مرفوعة للمستشار محمد وعصمان المستشار القانوني النادي الآلي مسائل فل عليك يا معالي المستشار كابتن شبير مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الأعزاء وضيوبك أهلا وسهلا بحضرتك بيسلموا على حضرتك يا فنم يعني سريعا ماذا حدث اليوم وهل هناك استئناف وإذا كان فيه استئناف ممكن يبقى قصة شكلها عامل الزي أهلا حقا اليوم طبعا المحكمة الإسبوع اللي فاتة رفعنا أمامها وقدلنا كل دفوعنا القانونية وكانت كل دفوعنا بترفكز على الاتهام كادي وإنه مزعوم وإن الإصابة مفتعلة وإن فيه تناقض بين أقوال فرض الأمن وبين شهود دمائله فيما يخص الإصابات أيضا الضربات متعددة المحكمة في النهاية محاصف كل هذه الأوراق وقدمنا حافظ مساعدات تؤكد وجهة نظرنا وقدها اليوم الحمد لله بالبراءة والمحكمة قالت حكمها إنها ترجح مساقه الدفاع من ناس هذه التهمة وإن التهمة غير ثابتة وأيضا رفض الدعوة مدنية بخمسة مليون جنيه أن أقامها دفاع فرض الأمن بالنسبة للسئناف طبعا النيابة يحق لها نيابة الثاني في ثلال عشرة أيام نعم لكن الحكم وأزدابه أزداب قوية مستندة إلى واقع النيابة ممكن تستأنف إذا رفعت ثبوت التهمة لكن إحنا كل دفاعنا كان منصب على كثير من التناقضات فيها في القضية وإن شاء الله خير من هو اللي بيستأنف هنا يا سيد المستشار النيابة ولا محامي المتهم ولا محامي الشاكي عفوا القضية فيها شقين شق جنائي نعم يجوز للنيابة النيابة تستأنفه نعم والشق المدني اللي هو إحنا عمين دعوة مدنية لمحكمة رفضتها وهم عمين دعوة مدنية لمحكمة رفضتها يجوز لكل الطرفين أن هم يستأنفوا الدعوة المدنية نعم لكن طالما فيش إدانة في الشق الجنائي لابد من رفض الدعوة المدنية لأن دعوة المدنية هي مستهدة إلى الضرر وطالما أنها الخضية الحكم فيها بالبراءة فبنسمى بترفض الدعوة المدنية مشكرك شكرا جزيلا سيدة المستشار محمد عثمان من المحامين المحترمين المحنكين الجمال جدا جدا هي رجل كلامه قليل وفاعله كثير المستشار القانوني للنادي الأهلي أو رئيس اللجنة القانونية بالنادي الأهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا سريعا دكتور أحمد قراءة الدوري العام النهاردة شفتها إزاي وعندك أكيد بعض من المعلومات متى يتم وضع التواريخ تنظيم الملاعب زهابا وإيابا عندك برضو حالي الأول طبعا مباراة الدوري طبعا بتوفر الوقت أنت كنت بتلعب الدوري كل فرق تلعب 34 ماتش بالنظام الجديد كويس هاي لأن أنت تلعب الدوري الأول عشان الناس تكون فهمة إحنا بنلعب 18 فرق كل فرق هتلعب 17 ماتش في الدوري الأول بعد كده هيسعى التسعة وتسعة التسعة يوصلوا للدوري الثاني اللي هو المرحلة لتتويج الدوري والتسعة الثانيين بيلعبوا على إيه على الهبوط وتحديد المراكز في وسط الجدول يعني فبعد كده كل فرق أنت لعبت 7 النادي الأهلي مثلا لعب 17 ماتش في الدوري الأول وتمانية في الدوري الثاني فعملت 25 مباراة في الدوري وفرت للنادي الأهلي وكل الأندية تسعة ماتشات تسعة عسابية نعم فدي حاجة تحترم حاجة نقطة إيجابية النقطة في نقطتين سلبيتين أو نقطتين أن شايفهم ممكن نحددهم يعني أول حاجة استادة الكاهرة أنت عندك خمس فرق بتلعب على استادة الكاهرة نعم النادي الأهلي بيلعب 12 ماتش مثلا في الدوري الأول نادي الزمالك زد البنك الأهلي مودرن سبورت واستادة الكاهرة المفاجأة أنه هو برضو هيتم الإصلاح فيه أو هيقفل في يناير طب الأندية دي لا لا هيقفل في يناير هيقفل قريب في شهر هيقفل دلوقي يعني هو هيشتغل في ماتش الأهلي والعين أظن وهيقفل بعدها هيقفل هيخد راحة عشان يجدده النجيل طب أنت هتعمل إيه في الخمس فرق اللي بتلعب ديت على الملعب هيروح على ملعب السلام طب ما فيه في بعض الأندية ما بتلعبش أستاذ سلام وأستاذ العاصمة الإدارية ده ما فيش حد بيستغلوا ليه مهم جدا يعني ما فيش حد بيستغلوا ليه طحفة من طعب الزمن يعني الحاجة الثانية أنت برضو أنت محددتش لسه مستنين أن احنا بعد يومين أو تلاتة يحددوننا الوقت الأندية كلها هتصعد بالنقاط بتاعتها زي دور الجمهورية زي دورية الناشئين عشان برضو نتائج الدور الأول ديت ما يتمش الغاءها فأنت مثلا هتصعد بنتائج الدور الثاني نعم وبعد كده اللي لعب في الدور الأول على ملعبه يعني مثلا الأهلي وبرامدز في الدور الأول في استاذ القاهرة يبقى في الدور الثاني هيبقى في الدفاع الجوي مزبوط مثلا الأهلي وزد في استاذ القاهرة برضو خلنا الأهلي والمحلة أهلي والمحلة مثلا في الدور الثاني في القاهرة في مرحلة التتويج لكن أنا شايف أن أنت لازم برضو حلو بكلام ده كله بس فيه لوائح لازم تعلنها ولازم تطبقها هقول لحدك على حاجة أنت يوم مباراة في عقوبتين في الدور الغد دلوقتي لسه مسمعناش تطبيق لو وقع حاليه ماتش المصري والزمالك جزيب ومينز لما دفع الحكم فين العقوبة بتاعتها طيب أنا هقول لك وقصة مروان حمدي طيب وقصة مروان حمدي فين العدف من شهر 7 لأنه 3 شهور عملي اللقاحة عقوبات الدور المصري في موسم 20-24-25 التلفز بعبارات بزيئة تجاه الحكام الاقاف 3 مباراة في المرة الأولى وغرامة 20 ألف جنيه 4 مباراة في المرة الثانية وغرامة 30 ألف جنيه 5 مباراة في الثالثة وغرامة 60 ألف جنيه مضعفة العقوبة في المرة الرابعة البسق على الحكام الاقاف 15 مباراة في المرة الأولى وغرامة 100 ألف جنيه مضعفة العقوبة في المرة الثانية محاولة الاعتداء على الحكام الاقاف 3 مباراة في المرة الأولى وغرامة 20 ألف جنيه 4 في الثانية وغرامة 30 ألف جنيه 5 مباراة في الثالثة وغرامة 60 ألف جنيه مضعفة الوقوبات في الرابعة الاعتداء على الحكام بالدفع أو الجاز باستعمال الأيدي دون عنف أو ضرب 4 مباراة في المرة الأولى وغرامة 50 ألف 5 في المرة الثانية وغرامة 75 ألف 6 مباراة في الثالثة وغرامة 100 ألف ومضعفة الوقوبة في الرابعة الاعتداء على حكام المباراة إذا تسبب إصابات طفيفة لم تمنع الحكام من استكمال المباراة الإقاف ل 15 مباراة في المرة الأولى وغرامة 100 ألف مضاعفة العقوبة في المرة الثانية الاعتداء على الحكام والتسبب بإصابات بالغة منعت الحكم من استكمال مباراة إقاف سنة ميلادية كاملة وغرامة 300 ألف جنيه ومضاعفة العقوبة في المرة الثانية التسبب في توجيه مسؤولي المباراة للتخصص غير صحيح أو دعمهم في قرار خاطئ الإقاف لمباراة في المرة الأولى وغرامة 50 ألف جنيه ومضاعفة العقوبة في المرة الثانية شايف يا محمد إنها عقبات مقبولة إنها يعني جات على مزيد من الانضباط في البطولة بكل تأكيد ونتمنى تطبق يعني ده الأهم لأ مع دي لايحة أو أنت بتحط اللايحة عشان تخليفها ما عليش دي لايحة جديدة بقى طب ما اللايحة القديمة بتقول طبعا مخشوط بتقول طبعا مخشوط لسي ما تخليفش ما هم حاولوا يقولوا إنه الحكم ما مقدمش تقرير طالعا الحكم قدم تقرير وبقيم بص العصفورة ما جات كده من لازيز يعني عشان كده كابتن لازيز طب ما عليش حسين الشحات لما عمل حاجة مش تاني يوم كل الإعلام قاعد يتكلم لما حصل مشكلة بتاعته في ماتش برامد وقاف ومش عارف إيه وإزاي العيف الأهل يعمل كده طب إنتو فينا جماعة ما بتتكلم مش لعلى جزي جميز مدرب الزمالك طيب إحنا مستنين لجنة الانضباط يعني تكملة لكل طبعا أتمنى كابتن يكون فيه إجراءات واضحة وصريحة بالمعنى لما يكون فيه مشكلة عقوبة على طول يعني في خلال 24 ساعة يتم رفع التقرير بكل وضوح ويكون واضح للإعلام وواضح للاتحاد المصر وللأندية رفعها وخلاص بقت واضحة دلوقتي بقت محطوطة على التربيزة قدام الجميع ثم يتم تطبيق العقوبة المناسبة لها أنا أحد الأصدقاء بعت لي الحقيقة 12 موط وأنا حابب أراهم على الهوى قدام الناس قال بعد إجراء قرعة الدوري أتمنى في الموسم الجديد واحد أرضيات ملعب على أعلى مستوى ويكون الملعب الواحد لفريقين على الأكتر وأكيد استاد القائر هتأثر بوجود خمس فرق عليه غير المباراة الإفريقية الأهلي والزمالك والمنتخب أهم عنصر في الكورة والمنظومة أرضية الملعب أتمنى أن نشوف الجمهور في كل المباراة أتمنى الجمهور تلتزم بالتشجيع فقط أتمنى أن يكون في لائها قوية حالة خروج الجمهور عن النص وتم نشرها على الموقع الرسمي لربطة الأندية وفي كل المواقع وإبلاغ كل أندية الدور العام به أتمنى أن يلتزم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومش كل لعبة أو حتى قاوت الدكة كلها تقوم وتجري وتعترض على الحكم أتمنى أن تكون في لائحة قوية ضد اعترضات وعدم التزام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية تمنى من اللعبين وحراس المرمى عدم قتل اللعب ومش في كل كرة أو لعبة اللعب أو حرس المرمى يتظاهر بالإصابة بالدقائي وفي ألعاب مشتركة عادية تلاقي اللعب بيتظاهر أنه يعني مات في الملعب تمنى ما تشوفش الناس الكتير اللي في التراك وحولين الملعب ونعرفش مين دول أتمنى يكون التعامل من الحكام على الأقل بابتسامة مع اللعبين مش بتعالي وفي حالة حساب ضربة جزاء مثلا بعد رجوع للبار يرجع بكل هدوء ويصفر ويشاور لأنه احنا عندنا بيشاور إشارة قاتلة وكأنه يعني بشكل غريب وبعصبية أتمنى في المؤتمرات الصحفية السادة الصحفين يسألوا أسئلة في الصياق بتكلم على إخراج المباراة أتمنى وأرجو أن يتم تطبيق اللائحة والقانون على الجميع وبسرعة مش نستنى شهور عشان يتم تطبيق اللائحة حاجات جميلة الحقيقة أتمنى أنها تبقى موجودة عشان نشوف دوري عام جيد أخيرا شايف المباراة الأهلي وسراميكا مباراة متكافأة مباراة متكافأة طبعا بس إن شاء الله أنه دي الأهلي قادر أنه يكسب بإذن الله زي مالكو بيرامدز بيرامدز الأقرب بيرامدز الأقرب محمد نفس كلام أنا شايف الأهلي وسراميكا قد يحسمها طبعا الدكة دكة الأهلي قد تكون هي الأقوى والمفتاح السحري المرس الكولير على العكس دكة سيراميكا لا في بعض دكتور عمد ثابت أشهد بدكة سيراميكا قال أنه عنده مفاتيح الأقرب حيبدأ بيهم يعني أنا شايف أنه هو معظمهم حيبدأ بيهم يعني هو دايما كابتن أيمان بيحب أنه ممكن فكرة الأجهز أنهما مش جاهزين أو ما لعبوش مطشاط بالضبط وده ممكن اللي أقصده يعني أنه فعلا يعني شايفت دكة سيراميكا مش الأجهز محمد الباز بشكرك شكرا جزيلا نورتين وشرفتيني شكرا كابتن شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورتين وشرفتيني شكرا كابتن شكرا شكرا والتوفيق دايما بنا أخليك خلينا أروح لفاصل أعزائي المشاهدين بعد الفاصل حبيبي بصراحة يعني محد من الناس الجمال اللي بحبهم وبحترمهم الكابتن أحمد ناجي حيكون ضيفنا لكن هنوريكم تقرير عن القرعة وما حدث فيها اليوم ثم العودة والصارة تحلى أحلى وأحلى مع كابتن أحمد ناجي يعني أعتقد القرعة النهاردة بتشهد انعكاس مهم جدا وهو المحاولة الجادة في تطوير صناعة كرة القدم المصرية لأن صناعة كرة القدم المصرية هي رائدة في الأسواق الأفريقية والعربية وأهم مسابقة في هذه الصناعة هي بطولة الدور المصري وبالتالي أن كان فيه محاولة جادة للقضاء على تلاحم المواسم المتتالي اللي استمر الأربع سنوات متتالية وكاد أنه هو يفقد كرة القدم المصرية أهم أصل من أصولها وهو اللعيبة يمكن النادي الأهلي كان حريصي أنه يدعم هذه التجربة بشكل قوي جدا لأن النادي الأهلي دايما عنده مسئولية تاريخية تجاهها المسابقات الوطنية ودايما ده دور النادي الأهلي أنه يدعم كل خطوات الإصلاح يمكن تنظيم الأجندة بشكل متميز زي ما تعرضت دلوقتي نأمل أنه إن شاء الله يأتي بصمار إيجابية على كرة القدم المصرية هي حاجة استثنائية بالنسبة للكرة المصرية بدايتها كانت نظام المسابقة استثنائي ونظام اللبوط استثنائي فبالتالي القرع النهاردة بصراحة حاجة مشرفة وحاجة كويسة للكرة المصرية يمكن ديها تبقى البداية الحقيقية أنه نشتغل كرة صحيح الإسماعيلي نادي في طبعا عريق ومحترم ونادي جماهيري زي أنا مواجهة طبعا في غاية الصعوبة نادي الإسماعيلي طول عمره السمسمية والكرة الجميلة اللي إحنا بنحبها والإسماعيلي زي وزي أي فرقة إحنا مشكلتنا في حاجة إن إحنا بنلعب على الثلاثة بونت بره جوه غزل المحلة دلوقتي بنلعب على الثلاثة بونت لأن البطولة بتقول كده النظام البطولة بتقول السبعتشر ماتش سبعتشر ماتش كيس ميش سبعتشر ماتش دورة